عادة ما بفضل اني احكي عن المنتجات اللي ما بتكون عندي و اللي ما بجربها لكن في منتجات بتجبرك انك تحكي عنها اليوم الحديث عن ساعة ذكية لكن متميزة جدا بالنسبة للناس اللي مثلي بيعشقوا عالم الساعات ساعة اميز في التيريكس بصراحة ساعة رهيبة جدا خليني اتعرف على تفاصيلها اليوم لكن بدون ما تكون معي بفيديو جديد أصدقاء يسمحوا لي قل ما أبدأ هذا الفيديو وذكرت في فيديو ماضي وبرجع بذكر والفترة هاي شوي رح اذكر بتمنى انه ما يعني ينزهقكم بهذه العبارة المتابعين اللي عندي على القناة الحمد لله والمشاهدات تعتبر جيدة لا بأس فيها لكن فقط من اللي بتابعوني 20 بالمية مشتركين بالقناة بتمنى انه اي شخص بتابع القناة مهتم بالمحتوى انه يدعمها فقط يعني ما طالبي منكم ولا شيء غير الاشتراك بالقناة تدعم القناة بشكل كبير لانه فعلا رقم قليل جدا 20 بالمية يعني تخيل انت 70 بالمية بحضروا القناة مو مشتركين فيها فهي هي بس كانت اول رسالة حابة اوصلكم ايها قبل ان ندخل على الفيديو مباشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي ارجعنا بهذا الفيديو رح تحدث فيه عن ساعة رهيبة جدا اذا انت مثلي بتعشق ساعات الجي شوك منكاسيو بصراحة مستحيل انك يعني تغض النظر عن هاي الساعة بداية مثل ما نعرف ساعات الجي شوك هي ساعات رهيبة جدا مقاومة الصدمات مقاومة الحرارة مقاومة المي يعني ساعة رهيبة بكل معنى الكلمة خصوص شكلها الاجرسيف الكبير اللي بيحب هاي الساعات رح يعشق ساعة الاميزفيت التيريكس شو هاي الساعة وشو قصدها بصراحة حتى شركة ااميزفيت ما كان عندي فكرة عنها لبين ما شفت هاي الساعة واسمها يعني اغراني وشفت ساعة مسمينها تيريكس بدي ادخل اشوف شو هاي الساعة تيريكس هو اللي هو التيراسور اللي هو من فئة الديناسور لكن هو لأكبر حجم اللي بالعادي بيكون بيوقف على الرجلتين اللي هو الشكل اللي معروف بالنسبة لإنه بالديناسورات فهنم يعطينا هذا الاسم تخيل يعني انت يوم تسمع ساعة من هذا الاسم ولونها اسمه دارك روكي يعني حتى من الحجر الاسود اللي هو ايضا حجار البركان يا جماعة بدك تتفرج اكيد بدك تتدور بداية الساعة مثل المجايفين امامنا شكلها وكثير بشبه ساعات الجي شوك لكن ساعة ذكية فكرة انك تصميم يعني قديم مع ساعة ذكية هذا شيء رهيب جدا لها كبسات على الداير لها كل تصاميم الساعات التقليدية بشكل رهيب الاستراب تبعها السيوار تبعها مطاط مقاوم جدا وقوي ومرن بطريقة جميلة جدا وتمطوا مع عندهم مشكلة الساعة مقاومة للصدمات بشكل رهيب ممكن تستخدمها لحد بدرجة حرارة 70 درجة سيليسيوس مع انخفاض درجة حرارة بتستخدمها لناقص 40 درجة فاذا انت دخل عساونا ما عندك مشكلة واذا انت عايش بيوين دقلك القطب الشمالي ايضا ما عندك اي مشكلة او مثلا بالسويد بالنرويج بتطلع فيها وامورك تمام بدون التعطل الساعة بتسبح فيها بتغطص فيها لحد 50 متر حجم الشاشة 47 ميلي متر الشاشة تمعها مقاومة للبصمات يعني ما بتبصم وبنفس الوقت هي ونوعها الزجاج تبعها الجوريلا جلاس 3 كل هاي المواصفات القوية اللي فيها والحماية هي كلاتها بحاصلة على درجة اللي بسموها 12 من literary grade certification اللي هي درجة من درجات التقييم اللي بتكون درجة عسكرية فكل الادوات او يعني المنتجات اللي تستخدم بالامور العسكرية هي بتكون اعلى شيء فهي الساعة تصلح لاستخدام عسكري فتخيل انت يعني بتحكي انت الاسخدمات عسكرية فهي بل اسخدمات مدنية شوف قديش راح تكون مقاومة معك وقوية للصدمات بنفس الوقت هي بتحمل بطارية بتدوم معك لحد عشرين يوم اكيد فيها حساس لنبلات القلب فيها gps تتوصل به وهذا اجمل شيء تتوصل بالايفون وتتوصل بالاندرويد بدون اي مشاكل ما فيه جهاز بيحصل على شيء وهذا ما بيحصل على شيء هي بتتوصل مع كل اجهزة لانه في عدة تطبيق موجود يعني باختصار تطبيق على اندرويد وتطبيق على ايفون هي متابعة لأي شركة من هذول الشركات لذلك انت مريح راسك راح تحصل على كل ميزات بكل الهواتف دقة gps فيها عالية كثير يا جماعة الكل عم بيحكي انه فيها دقة gps عالية بالنسبة للقياس ايضا نبضات القلب لتستخدمها للامور الرياضية الساعة ممتازة جدا ما عندك فيها اي مشاكل انا عم بحكي بعرف ومتحمس انا ما جربت الساعة لكن فعلا شكلها كثير عجبني عم بتفرجع المراجعات عم بتفرجع المواصفات لحد انا عم بحاول اشتريها لسا ما متوافرة بكثير من الاسواق عم بشوفها في شيء انه حاليا غير متوافرة شيء نفذت الكمية ما بعرف بالضبط شو عم بصير بس فيه ناس حاصية عليها الساعة بتيجي بعدة الوان فيه لون الابيض فيه لون الاسود وفيه لون اعتقد غري يعني بصراحة أنا حصرا اللون الاسود مع هك ساعة حرام دقة الشاشة مثل ما حكيت عالي الالوان فيها التبايل الالوان رهيب جدا عم بشوف كيف وضوح الاحمر فيها كثير حلو كل هالمواصفات وكل هالبكج الرهيبة بيجي سعرها 139 دولار الآن في ناس ما ممكن يشوفوا سعر غالي لكنا شخصيا شخصيا بشوفه جدا رخيص بالنسبة لما نشوفه حاليا بالسوق فمثلا ساعة ابل اللي سعرها ما بيقل عن الاربعمية لخمسمية دولار حسب الدولة اللي انت فيها ما تتقارن ما تتقارن طبعا برجع بحكي يا جماعة اكيد في عنا احنا ساعات من سامسونج في عنا ساعات من هواوي في عنا من كل مكان والاسعار تتفاوت لكن احنا عنا عم بحكي عن طبقة من الناس بتحب هذا الشكل من الساعات بهذا الشكل اذا انت فعلا انت بحث عن هذا الشكل من الساعات فاتوجه على الاميز في التيركس مباشرة تحاول تحصل عليها لانك يعني على مسؤولتي رح تأخذ احلى تجربة من ناحتي الساعات وان شاء الله اول ما توصلني الساعة اول ما اقدر اشتريها رح اعملها فيديو تفصيلي بك تنسى هذا الفيديو وتشوفها على ارض الواقع والتجربة كيف فعل الساعة رهيبة جدا هذا كل شي كان اليوم اصدقائي اتمنى الفيديو كنا نعجبكم اتمنى تكونوا استفدتم وانبسطوا فيه واذا تحبوا هذه المنتجات نحكي عنها اكتر اكتر اتبو لي بصندوق التعليقات كاميرا اعودة من قناة ساكنستيك لا تنسى بسمر تدعمنا بالاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته